اشتركوا في القناة لضمان سلامة الجمهور من المواطنين والزوار وذلك خلال فترة عقاد المعرض من جهتها تفضلت إدارة المرور بوزارة الداخلية خلال الاجتماع بتقديم خطة الحركة المرورية والتي من المقرر أن تتضمن تواجد مرورية مكثفا لتأمين كافة المسارات المؤدية للموقع كما تقرر في نهاية الاجتماع تنفيذ تمرين ميداني مشترك لخطة الطوارئ بقاعدة لصخير الجوية إضافة إلى الطرق المؤدية وإلى المستشفى العسكري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا اليوم عقد اجتماع في إطار الاستعداد لمعرض البحرين الدولي للطيران اللي هو مع الجهات وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وزارة المواصلات وذلك اللي إبلغهم بخطة طوارئ إن شاء الله للمعرض اللي هو بيصادف في تاريخ 21، 22، 23، 23 طبعا الهدف من الخطة هذه هي المحافظة على الأرواح وامتلكات مملكة البحرين على تم الاستعداد لاستقبال المعرض الطيران اللي إن شاء الله بنعقد من 21، 23 جنواري فإن شاء الله لا يكون في حوالث الله لا يقول لو صار أي حادث اللجنة الوطنية بناء على تعليمات سيدي مع الوزير الداخلية تجتمع في حال حدوث أي كارثة لتوفير الدعم للإسناد للتعامل مع الحادث وتغليل الإصابات والعودة إلى الحياة الطبيعية بس عقد ممكن الإدارة العامة لمرور حرصت أن تضمن انسياب الحركة المرورية من وإلى وقامت بتكثيف مروري على جميع الشوارع الرئيسية وجميع الشوارع المحيطة بقاعدة الأسخير في مملكة البحرين